نرجع على الخريف ثاني الخريف فصل زي ما قلت الحاجة انتقالي مش هل المفهوض بقى فيه مطر وتقريبا التقلبات المناخية ما تكونش فيه حد اوي لانه هو فصل انتقالي في النهاية ولكن ما هو متوقع وبناء على قضية او موضوع التغيرات المناخية لا فيه بعض التقلبات وعدم استقرار في التقص بدءا من اليوم بس هيبدأ من السحل الشمالي الغربي من السلوم وسيوى في صورة ان يبتدي يحصل مطر خفيف على بعض الضهر هذه الامطار تبتدي تشتد في هذه المناطق وتبتدي تتجه نواحد داخل لحد امتى هتنتهي المرحلة دي او حالة عدم الاستقرار على يوم الحد القاهرة نصبها من الموضوع يوم الجمعة ويوم السبت هيكون في بعض الامطار يوم الجمعة خفيفة شوية او ممكن حتى الجو يغم بس يوم السبت يبقى فيه كمية امطار احتمال تكون غزيرة واحتمال تكون احيانا رعضية سواء على القاهرة او على مناطق كتير من الوجه البحري هتنتقل الى السناء كمان واحتمال تعمل ما يسمى بالجراني السطحي او بعض السيول في وسط وسط وشمال السناء بالتحديد هذه الحالة من عدم الاستقرار لها تأثيرات لا محالة على الزرع الموجود وده حاجة مهمة لان جزء كبير من النشاط الموجود نشاط الزراعي بالمناسبة النشاط الزراعي هو النشاط اللي مسك نفسه او في قزمة كورونا الحمد لله ما حصلش اي مشاكل واللي بيتقدم دلوقتي بشكل كبير ما حصلش الحمد لله اي مشاكل في تواجد السلع في السوق السلع الاستلاك ما حد شاف انه تماطق مصلت لخمسين جنيه ولا كذا ولا كذا الحمد لله فالقطاع الزراعي في مصر قطاع متماسك وزارة الزراع اللي انا اتشرف ان انا انتسب لها بتقوم بمجهود كبير جدا مع الوزير الزراع الحالي مع كل القيادات الموجودة وعشان كده عليك دايما مجهول في تغيرات المناخ بالتأثير على الزراع ده امر مهم جدا لان ده نشاط اقتصادي مهم للبلد ومهم للمزارع هو نشاط الوحيد للمزارع رزقه اكل عيشه الانسان يعرف يتصرف ويعرف تكايفه وحتى الحكومة احنا شايفين انها بتستعد للامطار بقى الهوقت طويل فده برضو يعني حاجة كويسة جدا من السنة اللي فاتت امتحان كده للاستعدادات دي ازا كان حريك بتقول ما كانت الامطار متوقعة بعد كده بشوية لكن هي جات مبكرا مزبوط تمام بس في نقطة مهمة كان فيه مداخلة دليفونية بخصوص موضوع كورونا الجو فعليا هنكسر درجة الحرارة فعليا هتنكسر ليلا بس لاني متأخر شوية وصبح بدري او مبكرا فموضوع احنا مازلنا كلنا لابسين صيفي طبعا لان الجو ما زال صيف اللي بيقعد يصهر او يستنى لفترة متأخرة موضوع اللبس الخفيف ده ممكن بقى يعرضوا ان يبقى فيه برد حتى بسموه برد الخريف